بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية بمشيئة الله في درسنا لهذا اليوم سنتطرق لمختبر الفيزياء في تجربة استقطاب الضوء ونتطرق لأسئلة الاختبار المقنن إذن سؤال التجربة يقول ما أنواع الإضاءة وما مصادر الضوء التي تولد ضوءا مستقطبا إذن سؤال التجربة لدينا ما أنواع الإضاءة وما مصادر الضوء التي تولد ضوء مستقطب أهم الأهداف التي سنتناولها في تجربتنا لهذا اليوم نستخدم مصادر ضوء ومرشحات استقطاب مختلفة سنصف نتائج التجربة ونميز الاستخدامات الممكنة لمرشحات الاستقطاب في الحياة اليومية إذن سنميز الاستخدامات الممكنة لمرشحات الاستقطاب في الحياة اليومية أهم الأدوات والمواد المستخدمة لوحاء مرشح استقطاب مصدر ضوء متوهج أو ساطع مصدر ضوء فلورسنتي أيضا قطع من الورق الأبيض والأسود وآلة حاسبة مزودة بشاشة من البلورات السائلة ومن قلة بلاستيكية بالإضافة إلى المرآة أهم الخطوات سننظر من خلال مرشح الاستقطاب إلى الضوء الساقط إذن ننظر إلى الضوء الساقط من خلال مرشح الاستقطاب ثم نقوم بعملية تدوير المرشح إذن الخطوة الأولى ننظر إلى مصدر الضوء الساقطع من خلال مرشح الاستقطاب ونقوم بعملية تدوير المرشح ثم نسجل الملاحظات في جدول البيانات الخطوة الثانية ننظر من خلال المرشح أيضا إلى مصدر ضوء فلورسنتي إذن مصدر ضوء فلورسنتي ثم ندور المرشح ونسجل الملاحظات في جدول البيانات إذن المرة الأولى ننظر إلى مصدر الضوء الساقطع عما في المرة الثانية إلى مصدر الضوء الفلورسنتي نستخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45 عن سطح المرآة ثم نقوم بتدوير المرشح وتسجيل الملاحظات نستخدم المرشح لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45 ثم ندور المرشح ونسجل الملاحظات أيضا في جدول البيانات نستخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45 عن قطعة ورق سوداء ثم نتدور المرشح ونسجل الملاحظات في جدول البيانات بعد ذلك نستخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الشاشة المصنوعة من البلورات السائلة ثم نضع مرشح استقطاب فوق مرشح الاستقطاب الآخر في هذه الحالة نضع المرشح فوق المرشح الآخر وننظر إلى المصدر الضوئي المتوحج من خلال هذين المرشحين ثم ندور أحد المرشحين بالنسبة للآخر حتى يكمل دورة كاملة إذن نضع المرشح فوق المرشح الآخر وندور أحد المرشحين حتى يكمل دورة كاملة ونسجل الملاحظات في جدول البيانات بعد ذلك نضع المنقلة بين مرشحي الاستقطاب ثم ننظر إلى المصدر الضوئي المتوحج ونكمل دورة كاملة ثم نضع المرشحين بالطريقة نفسها نسجل الملاحظات في جدول البيانات نلاحظ أنه إذا كان لدي ضوء متوهج نلاحظ بأن الضوء المتوهج غير مستقطب الضوء الفلورسنتي نعم مستقطب قليلا سطح المرآة إذا كان مصدر الضوء سطح المرآة سيكون مستقطب الورقة البيضة أيضا غير مستقطب ورقة سوداء يكون مستقطب شاشة مصنوعة من بلورات سائلة أيضا مستقطب مرشحي استقطاب إذا كان المرشحين نعم لا شيء نراه لماذا بسبب تعامد محوري الاستقطاب إذن عند مرشحي الاستقطاب لا شيء مرئي عند تعامد المرشحين بلاستيك شفاف بين المرشحين سيكون البلاستيك مرئيا عند تعامد محوري الاستقطاب المرشحين ننتقل لأسئلة التحليل هل ينتج الضوءل المتوهج ضوءا مستقطبا كيف تعرف ذلك؟ أحسنت إذن الضوء المتوهج لا ينتج ضوء مستقطب دائما غير مستقطب لأنه ينتشر في جميع الاتجاهات لأن الضوء المتوهج دائما ينتشر في جميع الاتجاهات الضوء الفلورسنتي هل ينتج ضوءا مستقطبا؟ نعم الضوء الفلورسنتي مستقطب قليلا فحينما يدور المرشح يخفت الضوء بعض الشيء لأن الضوء يخفت عند دواران المرشح هل ينتج انعكاس الضوء عن سطح المرآة ضوءا مستقطبا؟ نعم إذن السطوح المسقولة الملساء أو السطوح اللامعة تولد ضوء مستقطب كيف يقارن الضوء المنعكس عن الورق البيضاء بالضوء المنعكس عن الورق السوداء بدلالة الضوء المستقطب؟ نعم دائما الضوء المنعكس عن الورق البيضاء يكون غير مستقطب أما المنعكس عن الورق السوداء فيكون مستقطب لأن اللون الأسود يمتص معظم الضوء غير المستقطب إذن اللون الأسود يمتص الضوء غير المستقطب فيكون الضوء المنعكس عن الورقة السوداء مستقطبا كيف يمكن استخدام مرشحي استقطاب بحيث يمنعان عبور أي ضوء خلالهم إذن كيف أستفيد من مرشحي الاستقطاب بحيث أمنع عبور الضوء نعم أحسنت إذن لن يمر ضوء خلال المرشحين حينما يكون محوري الاستقطاب متعامدين إذن لما يكون مرشحي الاستقطاب متعامدين بهذا الشكل لن يمر الضوء من خلال مرشحي الاستقطاب لماذا يمكن رؤية المنقلة البلاستيكية الشفافة بين مرشحي الاستقطاب بينما لا يمكن رؤية أي شيء آخر من خلال مرشحي الاستقطاب تدور المنقلة مستوى استقطاب الضوء بعد مروره من مرشح فبالتالي كمية قليلة من الضوء يمكن أن تمر من خلال مرشح الاستقطاب الثاني وهذا اللي استنتجناه من قانون مالس إن من قانون مالس كمية قليلة فقط مرت من المرشح الثاني هي التي نستطيع حساب شدتها لماذا نستعمل عدسات مستقطبة في صراعة النظارات ذات الجودة العالية إذن لماذا نستخدم عدسات مستقطبة أيضا لماذا تعد النظارات المستقطبة أفضل من النظارات الملونة عند قيادة السيارة دائما العدسات المستقطبة تحجب الوهج عن انعكاس الضوء من السطوح العاكسة إذن العدسة المستقطبة دائما تعمل على حجب الوهج ناشئ عن انعكاس الضوء لماذا تعد النظارات المستقطبة أفضل من النظارات الملونة لأن في السيارات توجد عدة سطوح لامعة يمكن من خلالها استقطاب الضوء بسهولة لأن في السيارات عدة سطوح لامعة تستطيع أن تستقطب للضوء بسهولة ننتقل للاختبار المقنن لدينا السؤال الأول شهد نجم في عام 1987 في مجرة قريبة واعتقد العلماء أن المجرة تبعد 1.66 في 10 أس 23 مع عدد السنوات التي مضت على حدوث انفجار النجم فعليا قبل رؤيته إذن أهم المعطيات تبعد هنا لدي المسافة عبارة عن D إذن D 1.66 ما عدد السنوات؟ إذن المطلوب مننا الآن الزمن إذن المطلوب مني حساب الزمن ما عدد السنوات؟ كيف ممكن نحسب الزمن؟ نعم من العلاقة التي تربط لي السرعة بالمسافة والزمن السرعة عبارة عن حاصل قسمة المسافة على الزمن الزمن نضرب السرعة في المسافة طبعا سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 إذن نحصل على قيمة السنوات 1.75 في 10 أس 5 يير من تطبيق القانون اللي قلنا السرعة دائما تساوي المسافة على الزمن المطلوب مننا السرعة وسطين في طرفين نطبق العلاقة الرياضية نحصل على الناتج تتحرك مجرة مبتعدة بسرعة إذن هنا السرعة 5.8 في 10 أس 6 متر لكل ثانية ويبدو تردد الضوء الصادر عنها إذن هذه عبارة عن تردد الضوء بالنسبة للمراقب ما تردد الضوء المنبعث منها؟ إذن ما تردد الضوء المنبعث منها تطبيق لقانون دوبلر إذن تردد التردد يساوي تردد المراقب نطبق القانون في 1 ناقص V على C V موجودة عندنا 5.8 C اللي هي عبارة عن سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 نحصل على التردد 5.7 في 10 أس 14 هيرز إذا احتاج الضوء إذن إذا احتاج الضوء الصادر عن الشمس إلى 8 مينت للوصول إلى الأرض فكم تبعد الشمس عنها؟ إذن 8 هذه عبارة عن الزمن 8 مينت لكي نحولها إلى ثواني نضرب في الستين فكم تبعد إذن طالب مني حساب المسافة؟ نعم أحسنت إذن تطبيق للقانون المسافة تساوي السرعة في الزمن نحول الدقائق إلى ثواني ونضربها في السرعة سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 نحصل على الناتج 1.4 في 10 أس 8 كيلو متر ما مقدار تردد؟ إذن المطلوب هنا F التردد ضوء طوله الموجي 404 نانو متر في الفراغ إذن ليندا 404 نانو متر نعم أحسنت في تطبيق أيضا لقانون اللي يربط لي بين التردد والطول الموجي والسرعة نحصل على قيمة التردد 7.43 في 10 أس 14 هيرتز سؤال رقم سبعة يسلط ضوء غير مستقطب إذن يسلط ضوء غير مستقطب شدته I نوت على مرشح استقطاب ويصطدم الضوء النافذ بمرشح استقطاب ثاني كما يتضح من الشكل الأدناه ما شدت الضوء من مرشح الاستقطاب الثاني إذن ما شدت الضوء من مرشح الاستقطاب الثاني إذن هنا نطبق أي قانون نعم إذن نطبق قانون مالس قانون مالس كان يقول لنا I2 تساوي I1 في كوزاين تربيع الزاوية الزاوية هنا طبعاً 45 الاستقطاب الضوء الغير مستقطب تقريباً قيمته نص شدته I0 نضرب I0 في كوزاين تربيع الخمسة وأربعين تطلع لنا طبعاً كوزاين الخمسة وأربعين سبعة من عشرة مربعها خمسة وعشرين من المية مربعها خمسة وعشرين من مية وبهكذا نكون أنهينا حل أسئلة اختبار المقنن مع تمنياتي لكم بمزيد من التوفيق والنجاح ودمتم بخير موسيقى موسيقى موسيقى